السلام عليكم ورجعنا لكم مع انطبات دوغون بول خلونا نبدأ يوم الخميس ستتم افتتاح متجر اي اي شو في جدة الساعة التسع بالليل لا تفوتوا فرصة حضور الافتتاح موقع المتجر ستلقونا في مربع ديسكروبشن الحلقة اعتقد واحد سعين هي تعتبر من دوغون بول حلوة صراحة كنت بننتظر الدخل اقوى لبطولة الاكوان بس صراحة تمهيدة جميلة اللي سوها جبارة جبارة تمهيدة ليش؟ اول حقيقة كشفت لنا في الحلقة هذه ان الاكوان تعتبرها الزوجية يعني الكون الحادي عشر مع الكون الثاني هي عبارة كأنها زي الساعة فالساد بس بعد كيف طريقتها يعني فالسادس والسابع زوجي الحادي عشر والثاني يعتبرون اكوان زوجية بطريقة غريبة ليش الطريقة الزوجية ان هذا هو النظير له نظيره الكوني فكون تشامبا هو النظير الكوني لكون بيروس والكون الثاني عشها والحد يعشها مع الكون الثاني يعتبرون نظائب ما عدا ذلك فيه اشياء ثانية ما يجعبوها لحد الحين لسن ما وضحوها خلونا نمشي على الاكوان اللي هم عوضاء نجي معا كون تشامبا اخر شي نعرف عن كون تشامبا هو ذهب السيان للحصول على البقايا المقاتلين واضح انهم حسب مقاله انهم ما اكتملوا عدد المقاتلين هنا جابوا هيتو رايح لفروست وهذا شي لمحت لانا مع بداية صراع الاكوان كانت يبينهم يمشون وحطين صورة فروست وانتد فقدكم هذا الصراع رح يكون عودة فروست لانه الحين قاعدين يلمحون له تراه لازال موجود فروست قابل هيتو صابعنهم لقاء اثبت هيتو انك يا فروست بسبب هروبك الدائم ارتفعت روحك الحريصة عن النجاح ارتفع حذرك ارتفعت حيطتك وايضا الغدرات اللي كانوا يسويها فهيتو قال هالشي يعني علاقة للحظة خليتني اصير جاد على العموم قام معا اذا ما تبيني اذبحك لكن قبل ارمي الابر اللي في ذلك والابر اللي في كحلك فروست رايح صديقني يا فروست انداخل على ناس ما تتفاهم هيتو رحيم بالنسبة لهم داخل على دايشنكا يوزين وقال لك هيت اي لف يمين يسا بيتم محيك انتهينا من هالموضوع بعدين جابوا لنا الكون اللي فيه الذئاب اللي اول ما تقبل معهم غوكو في الاجتماع اللي كانوا نسوين لهم بطولة امتاعزينو وجابوا انهم بعضوا لازالوا يبحثون ومواجهين مشاكل وجابوا انه اللي يشبه ويز هذا الموافقة او الاسكروت او الانجل انه ممتعظ من اللي قاعد يصير ان الناس خاصة المعروفات بيصيرون الاخوامة الدماء قاعد يقول نفسي نفسي وان الهاكايشن قاعد يدمرهم واحد واحد ولسه ما اكتمل شيء والابطال مبقادين يسوون شيء فانتقلنا بعدها الى الكون الي يمكن يفترض انه النظير له الي كان كون شوي واقي و ايتيكيت الي هو فيه الفتيات انا الي لاحظته من التنقل الاكوان هاذا ان الكاتب يخلي كل كون يعبر عن نمط انيمي كلاسيك جبار او انيمي حالي يعني يوريك اشياء يعني كمثال لما نأتي الى الكون هذا اللي جاوا فيه واضح ان اشكال وجانهم اوكاما وفيه بنات وصراع على القوة كأني بشوف سايلا رامون طريقة الاطلاق والقلوب والضربات الشوج والقديمة كأني بشوف شيء من النمط سايلا رامون القديم يعني شيء جميل يعيده الكاتب وكأنك بيوريك في ذاك الكون هم الحيوانات اللي هم اللي قبل اللي يفترني يكون نظيره اللي يفتر مش متأكد القتال لما كانت الاول شخصيات هذا على شكل ذيب هذا على شكل ثعلب ويجيب لك واحد من الهاكايشن على شكل فيل فالكاتب قاعد يربط انماط اشتهرت في وقت دراجون بول زد ويعيدها من جديد وكل واحد سيشكل كون دراجون بول زد سيشكلها كون جوكو بيروس وعد ذلك وكون بيروس اعتبرت تطويرتها لو تجعون الهيتو بيشوف انكم تشوف بكله اوفيزا مطور واذا شفت طريقة قتال هذا الثاني اللي هو السيان بتشوف كأنه هو مطور الاشكال الجديدة اللي هو سكيني وسلم واشكال جديدة فالكاتب قاعد يجيب لامسات من القديمة لامسات من الجديدة هذا اللي انا اعتقده قاعد يصيب لكن نيجي للداهية الادها والامار من هذا كله اول شي انه قوكو توا يكتشف انه ما تدرب خاصة يمعرف ان في جيتو راح يدرب في غرفة الوقت من زمان من بداية الحدث انا اقول لك يا قوكو راح تدرب يا قوكو يعني فعلا تحتاج انك تدرب ولا راح تدرب فالطلب من ريز انه يدرب وياه فتدربه في غرفة الجاذبية الخاصة ببولما وكلها ساعات بسيطة اللي بقت فجاءت الداهية الثانية الحين اللي هو ماجينبو نام من قبل ان اطلعت موضوع ان الماجينبو بنام ويتغير الدورة في القتال وانا بيكون احد العشر اللي بيتغيرون قبل ان يبدأ القتال كان مباب نظرية انتشرت لكن الحين مشكلة النظرية هذه يصلوها لحتى اصدقاء المصيب ان هذه تسويبات هذه تسويبات اكتشافتها يعني فعلا في ناس تتوقعوا نظريات وتيجي كابي بيس بس الان اكتشافت انها في تسويبات يعني كانت تتوقعت تسويبات دراجون بول والتنقلتها لعنها نظرية وفعلا تحققت اللي تعقتون البعض انها نظرية بينما هية تسويبات ويوصنونو sphere لكنها يبتل على أنها نظرية بينما هي تسويبات انا ما كنت اقدر توف Statut واللئك ہیں حان اختبع وقت التعليق يا جماعة انا عايشين معكم في نفس الشبكة اللي بتنقلrate عنها نظرية وهي ميلك ولا اما هو أبس متDIO وطلب إمها نظرية وهي تسويبات او حرك عندي ناس تتابع التسويبات وعندي ناس تتابع المانجا لا تحاولك تدركها وتكتب قبل اي رسالة نظرية لانه رح نعرف وصار لانك تخايف منا فعلا ونام تشامبا هنا غضب بيروس وقال بكس بفقع واجه مو بيسويها فيني مردان اثاني مرة بيسويها يعني هالحركة فيني فراح قوكو التحرك زين بيروس ما تحرك معي لانه تشامبا كان لانه ماجينبو قلت تشامبا بغطل لانه ماجينبو كان بيتدمر كذا فراح قوكو عشان يشوف صرفها فتوقعاتي الحين ان احد الاسار رح تعود لن يكون ياموتشا معنا كذر التلميح على ياموتشا لن يكون ياموتشا وبناره التسويبات اللي انتشرت يفترضن البعض منكم يعرف واللي معيف ينتظر افضل الله انه ينتظر في النهاية شكرا جزيلا لكم على متابعتكم الحلقة اعتذر جدا على تاخر صدورها ننتظر الحلقة الجاية لكن اهم شي لا تنسون الاشتراك واذا تشترك تفعيل زر التنبيهات اشترك تفعيل زر التنبيهات اللايكات ونشر الحلقات اكثر نبغى حلقات داقنبول تاخد مشاهدات اكثر واكثر واكثر من غيرها وفي النهاية يقول مانا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا الى الا انت استغفوك واتوب اليك نشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة